وعايز اتكلم بكرة منتخب الشباب مع الكابتل احمد الكاس عنده اول مباراة رسمية في التصفيات تحت 17 سنة وعنده مباراة مع البلد المنظم منتخب المغرب خليني اتمنى توفيه طبعا لمنتخب مصر ولكابتل احمد الكاس لكن انا عزري لأحمد الكاس من قبل ما يبدأ طبعا كاس اتحط في حاجة مش بتاعته وده اللي عملتها فيه الاندية اللي بحكي لك عليه بقى اما جي خد لعيبة والرجل على ان اللعيبة دي سلام واعتمد عليها في المشاط الودية وفي المعسكرات اللي عملها ورايح من غيرها يلعب في الطولة قوية جدا عشر لعيبة مرة واحدة خرجوا بر القيمة خرجوا بر القيمة عشر لعيبة ده عدد من السوائل يعني تمانية والعشرة قوام فرقة انت بتتكلم في قوام فرقة فالله يكون فعون الكاس وده احنا كأندية انا بقول لك أندية عملتها فيه لان ده مدرب منتخب بياخد اللعيبة هو ماله كسة سن دي القيمة المختصرة بقى اللي يسافر بها خلاص يعني بالنسبة نهائية يعني ماله بياخد لعيبة مسننة ولا مزورة هو يعرف من اين هو شاف لعيب بيقدي عنده سرعات عنده قوة عنده 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 بياخده علي انه مصر مصر وبعدين يكتشف قبل ما يسافر انه عنده لعيبة مش هتلعب معاه هيجيب لعيبة يخدها على الجهز صعبة نخلت فكر ولا تكتك ولا خطتي ولا اشتغلت مع معاسكر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة واللي يزعل على المعاسكرات اللي خدوها ناس ما تستهلش تبقى موجودة وبقت برى المنتخبات طب والراجل بقى اللي رايح بقى في المنتخب مصر نرجع بقى نقول الكاسم اللي يصلح المدربين وحشين مدربين وحشين فيه اما احنا اصلا عملنا له بيئة فشلة غير صالحة قبل ما يروح يلعب مع المنتخب بيئة فشلة يعني عوامل النجاح غير موجودة إلا توفير ربنا إلا توفير ربنا اخذ بالك يا محمد وعايز اقولك على حاجة يا محمد يعني انا عايز اشكر كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شاوي وكابتن تامر حفني واشكر مدربيني على احنا بنكمل يعني شغل اللي بدوه قابلينا احنا جاينا نلاقيين فيه اساس موجود احنا بنكمل شغل لاخرين ما حاش بيشتغل لوحده لو الاندية عارفت كده والمنتخبات عارفت كده ان انت بتكمل شغل زميلك انا كمدرب بعدي لعيبة علشان تروح لمنتخبات وتمثل النادي بالتالي مدرب المنتخب يبقى محظوظ جدا اما انبعت له لعيبة بس بطريقة دي انتو بتحربوا مش بتشتغلوا بس يعني لما تلاقي معظم الفرق اللي بتواجهها انا لما شفت قيمة عشر لعيبة من فرق دون ذكر مش هنذكر اسماع خالص بس انت بتواجه فرق منافسين اساسيين ليك سنويا في الالفين وخمسة والالفين وثمانية والالفين وثلاثة قبل كده وتطلع الاعمار السنية دي فيها تسنين وفيها تزوير بالشكل ده ده انتو بتحربوا مش شغل بس انت متخيل لما واحد يتمسك في الفين وثلاثة والالفين وخمسة والالفين وثمانية عنده كم سنة دلوقتي 14-15 سنة يعني وجال النادي بقاله ست سبع سنين وانت بخليه في النادي انت متخيل احنا فين